توحيد مؤسسات الدولة الليبية أحد أهم وأكبر تحديات الحكومة الانتقالية وبين هذه المؤسسات يعد توحيد الجيش التحدي الأكبر عملية توحيد بعض المؤسسات السيادية مثل المصرف المركزي وحل خلافات مؤسسة النفط الوطنية قطعت شوطا كبيرا وباتت تقريبا في متناول حكومة الوحدة الوطنية رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ذكر أنه تم توحيد أكثر من ثمانين في المائة من مؤسسات الدولة تحت مظلة حكومته على المسار العسكري والأمني لم يتم تحقيق تقدم كبير منذ تولي الحكومة مهامها ويدرك الدبيبة ما يشكله عدم توحيد المؤسسة العسكرية من مخاطر واعتبر أن دولة بدون مؤسسة عسكرية موحدة لا يمكن أن تقوم لها قائمة ويحتاج توحيد المؤسسة العسكرية اتخاذ خطوات عدة وتدريجية أول ما يتطلبه الأمر هو إجراءات بناء الثقة والتي تتم من خلال إجراءات عملية على الأرض منها فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب وتبادل الأسرى ونزع الألغام وتفكيك الميليشيات وإعادة دمج بعض عناصرها في المؤسستين العسكرية والأمنية العقدة الأكبر في هذا المسار تكون هي خروج المسلحين والمرتزقة الأجانب فبعد مرور ما يقرب من ستة أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار لم ينجز الكثير في ملف إخراج المسلحين الأجانب وناشدت اللجنة العسكرية المشتركة 5 زائد 5 جميع الأطراف بالإسراع في إخراج المرتزقة بعد حسم وإنهاء هذه الخطوات يتوقع أن يثار خلاف حول من سيتولى وزارة الدفاع ورئاسة الأركان ونظرا لحساسية وأهمية المسألة احتفظت بيبا لنفسه بوزارة الدفاع مؤقتاً إلى أن يتم اختيار شخصية مناسبة بالتعاون مع المجلس الرئاسي وهذه الترتيبات قد تحتاج وقتاً طويلاً الأمر الذي قد يصعب إتمام المسار الانتقالي في الوقت المتفق عليه وهو نهاية العام الحالي ترجمة نانسي قنقر